أعلم أن برنامجنا تريندينج يجب أن يتناول الموضوعات الشائعة التي تتجادلون حولها على مواقع التواصل الاجتماعي لكن هذا لن يمنعني من الاحتفال بحدث حصل قبل 80 عاماً وقوفي الآن أمامكم وحديثي عن هذا الموضوع هو نتيجة تلك اللحظة وها هي هنا لندن سيداتي وسادتي إنه لا يسرنا أن نخاطب المستمعين في الشرق الأدنى بلسانهم العربي الفصيح وما نحسب إذاعتنا الإنجليزية بغريبة عن أسماع الكثيرين منكم هذا كان أحمد كمال سرور عندما أعلن بدء البث من عاصمة الإمبراطورية البريطانية العظمى آنذاك هذه الإمبراطورية لم يكونوا يقولون فيها بي بي سي بل الهيئة هيئة الإذاعة البريطانية يبثون لبضع ساعات عبر الموجة القصيرة يتحدثون ببطء بوضوح يحرصون على فواصل صمت بين الجمل لو تحدثت مثلهم لهربتم من هذا الفيديو فوراً هذا هو الراديو هذا الصندوق الخشبي الذي يبدو قبيحاً هذه الأيام كان غالية ثمن في بلادنا يوجد في بيوت الميسورين وبعض المقاهي يتحلق حوله الرجال الرجال فقط لمعرفة موقف بريطانيا مما يجري في عالم كانت الحرب العالمية الثانية فيه على الأبواب بجهد جبار من صحفيها تزايدت شعبية بي بي سي وقسمها العربي استأثرت بثقة المجتمعين لدرجة أن جارك إذا أراد إخبارك بحدث في البلد وإقناعك بصدق قوله يقول لك أذعته لندن الإعلام العربي عموماً كان رسمياً توجيهياً تعبوياً مثقلاً بألفاظ التفخيم والتبجيل للحاكم بينما كان خبر بي بي سي حيادياً طازجاً هذه الأنابيب والنرابيج والخراطيم والمزارب التي ترونها كانت البريد الإلكتروني الإيميل أنذاك تهبط منها بسرعة كبسولة هذه اللفافة يترجمها صحفي بسرعة ثم يضعها أمام المزيع ليقرأها على حضراتكم كثير من الزعماء العرب تحدثوا إلى شعوبهم عبر إذاعتنا وكنا قد غطينا الكثير من أحداث العالم وأهمها لقد كان الافتتاح القسم العربي من الإذاعة أثر حسن في نفوسنا وإنا لنعلن رسمياً أن ليبيا منذ اليوم أصبحت دولة مستقلة ومن أجل أن نحمي حياة أبنائنا وأخواتنا جميعاً هي في صميم وجداننا وجدان شعبنا ووجدان كل العرب والمسلمين مع أنها كانت تبث من جزيرة باردة ماطرة في هذا الكوكب يا بريطانيا طبعاً لكن التواصل مع المستمعين كان أولوية بالنسبة إليها انظروا إلى الرسائل الذي أطنان من هذه الرسائل كانت تصلها من المستمعين العرب حتى من لا يعرف أين تقع بريطانيا على الخريطة كان يعرف كيف يرسل رسالة إلى هذا المبنى الشهير في إنجلترا بوشهاوس لندن كم واحداً من أبناء جيلي كان طفلاً ربما يتذكر أباه لا يشرب القهوة أو يحلق ذقنه صباحاً إلا على أخبار لندن كنا مذعين مبتدئين يوماً في إذاعات بلداننا نتبارى لتقليد هؤلاء النجوم في بي بي سي ابحثوا في يوتيوب ابحثوا كم من الناس يحتفظون بعينات من تلك الأصوات الجميلة سألني السيد صالح سعيد الصحافي من منطقة الباحة في المملكة الشعودية طفلاً وسيم في السابعة يعود به الخادم عصراً من المدرسة إلى قصر والده المشرف على النيل في سهاج من منا لا ينشد عيش السعداء ويبحث عن طريق نجاح وينقب عن ضروب التفوق في الحياة حيات الإذاعة البريطانية وقد علن الدقات بجبين تمام التاسع بتوقيت جرينيتش وعيد آخر نشرات الأخبار لهذا اليوم سيد مظفر أنت من المعروف عنك أنك حين تقدم شعرك للجمهور في أمسية شعرية تحب أن يصاحبك العود 11 دقيقة بعد الرابعة صباحاً بتوقيت جرينيتش هنا في لندن جروزني استمرار القتال الضاري في جمهورية شيشان عملت بي بي سي على نقل العلم والأدب والمسرح والموسيقى كانت فريدة بالتثقيف بالعربية وتعليم الإنجليزية وعندما كانت تتحدث بالسياسة كانت تجلب صناع القرار تسمح لكم أنتم بتوجيه الأسئلة إليهم بكل جرأة هذه الصورة التي سأستعرضها الآن هي لهذا المكان الذي أقف فيه كان يقف فيه سمير فرح منذ عشر سنوات عندما افتتح البرنامج باللغة العربية التلفزيون العربي أطلق برنامج نقطة حوار كان سمير يأخذ اتصالاتكم يستعرض المواضيع الأكثر جرأة يستمع إلى وجهات نظركم تغير هذا الأستوديو كله وسمير الآن هو الذي يدير الخدمة العربية أما أنتم يا من هجرتم الراديو والتلفزيون أيضا أو أن أولادكم يحتلون التلفزيون لمشاهدة أفلام الكرتون وأصبح هذا الجهاز الساحر هو بوابتكم للتواصل مع العالم لحقتكم بي بي سي إلى هنا لتلتقط الشائع والتريندينج بينكم وتنقله إلى هذه الشاشة عرضة قصصكم كما ترونها وكل الزوايا لتقدمها وجبة خفيفة في متناولكم ثمانون عاما هناك موسيقى ظهرت ثمانون عاما كانت بي بي سي عربي في خدمتكم شكلت عبرها جزءا من الوعي الاجتماعي العربي ستظل كذلك ثمانون عاما تغير فيها كل شيء المذيعون الفنيون السياسيون الأصوات الألوان والمصطلحات والأدوات لكن شيئا واحدا ظل على حاله ولن يتغير أثمن شيئا تفتخر به البي بي سي موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر